طيب أخبارنا وأخبار الكورة العالمية والترانسفير عملية خلاص كل الأنداية بتحاول تحضر نفسها في الصمر ترانسفير اللي جاي للانتقالات الصيفية وعايز أقول لكم أن هالند هالند يعني بيقترب إلى حد ما إلى برشلونة نتخلم على طبعا النجم النرويجي هالند مهاجم بروسيا دورتموند يعني اشترت للانتقال لبرشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة هو التوقيع على عقد قصير الأجل طبعا المهاجم بروسيا دورتموند صاحب الواحد وعشرين سنة عنده عروض كبيرة جدا من كل أندية أوروبا أندية الكبيرة نتكلم على برشلونة منشستر سيتي ريال مدريد البي اس جي بتتكلم على كمان باير ميونيك وأقول لحضراتكم كمان حكايته مع باير ميونيك لكن برشلونة بيبزي القصار جهده لإقناع اللاعب النرويجي بالإنضان في عقد طبعا أخوان لفورة رئيس النادي عمل جلسة مع رايولا ده طبعا الوكيله قعد معه وكمان تشاوي المدير الفني لبرشلونة راح لألمانيا عشان يقابل هالند ويشرح له هيكون دوره في الفريق في حالة انتقاله لفريق برشلونة الحقيقة برشلونة عنده مبرأة مهمة جدا جدا النهاردة مع فريق جلسة صراي نتمنى كمان التوفيق لنجمنا ونجم مصر طبعا مصطفى محمد اللي حيلعب النهاردة مبرأة أمام برشلونة في الأوروباليج وكمان تشاوي أشاد بفريق جلسة صراي وأشاد كمان بسلاسة الهجوم لفريق جلسة صراي مبرأة كبيرة على مستوى المصريين نشوف مصطفى محمد بيلعب أمام فريق كبير زي برشلونة كمان عن برشلونة وأماله وطموحه طبعا بعد خروجه من دور الأبطال طموحه هو الفوز بالأوروباليج تشاوي قال ايه عن جلسة صراي نشوف مع حضرتك إنه تشافي هرنانديز مدرب يعرف ويعشق هذا النادي يحترم القرارات التي اتخذها النادي يتمتع بشخصية قوية من الصعب جدا التأثير عليه لديه أيضا أفكار واضحة عن الطريقة التي يجب أن نلعب بها وهو يعمل بجد ويعشق كرة القدم لدرجة الجنون لديه رؤية واضحة عن برشلونة وعن الطريقة التي يجب أن يلعب بها الفريق أنا راض جدا بأن يكون لدى الفريق مدرب مثل تشافي أنا واثق بأنه سيبقى معنا لسنوات طوال وأنه سيمنحنا لحظات سعيدة أقول إننا بدأنا عهدا جديدا أمل أن يكون حافلا بالأمجاد والروعة لبرشلونة نحاول تستير تاريخ جديد بمجموعة من اليافعين والعناصر التي تتمتع بخبرة من لاعبين أقوياء وأيضا لاعبين لديه مستقبل ناصع طموحنا أن نشيد فريقا يلعب سويا لسنوات عديدة فريق يلعب بصورة جيدة ويسجل العديد من الأهداف ويفوز بالعديد من الكؤوس هدفنا أن نسعد مشجعينا ده كان قوان لابورتا طبعا رئيس نادي برشلونة وليتكلم على تشافي ويقول وزي ما قلت لحضراتكم تشافي بيعمل أداء أكثر من رائع فيه خلال الأسابيع والأشهر الماضية بعد طبعا الهزة الكبيرة جدا لبرشلونة في أول السيزن لكن بيؤدي بشكل أكثر من رائع حتى على مستوى الليجة على مستوى الدور الأسباني ماشي بخطوات رائعة ولابورتا طبعا أكيد زي ما حضراتكم شايفين عنده نظرة توقيبة ويقول أن تشافي مدرب أكثر من رائع عندهم مشروع طويل الأجل لعودة برشلونة لأمجدها بشكل جيد جدا وزي ما بقوله على ذكر طبعا مباراة برشلونة النهاردة مع جلاتة سراي يعني فريق برشلونة تشافي حذر زي ما بقوله حضراتكم حذر خط الدفاع الكتالوني من الهجوم القوى وخط هجوم جلاتة سراي اللي بيدم السلاسي محمد مطبعا مصطفى كريم أكتور وكمان جوميز تشافي ألف تصرحات ليه قبل مباراة برشلونة وجلاتة سراي يجب مراقبة سلاسي خط هجوم جلاتة سراي ومنعهم من تشكيل خطورة على طبعا دفاعات البارسة ورغم طبعا عملية الاستحواز لكن زي ما بقوله حضراتكم النهاردة مباراة كبيرة النهاردة برشلونة وتحدي جديد كل الناس ممكن تقولك بالنسبة لبرشلونة مباراة سهلة ما اعتقدش بقى فيه مباراة سهلة في كورت القدم والدليل على كده اللي شفناه يمكن في مباراة دوري الأبطال ما بين ريال مدريد وبرشلونة وقدين بقولك كورت القدم بتحتاج الاحترام لازم تحترم الكورة عشان تحترمك هنتكلم على ده بالتفصيل مع طبعا النقد رادي إهاب الجنيدي لكن زي ما بقول لحضراتكم اللي شاف مباراة ريال مدريد مبارح أمام باريس سان جرمان الشوت الأولاني استحواز سيطرة الشوت الثاني التاريخ بيلعب دوره تحس ان لعيبة باريس سان جرمان ضمنت المتش بشكل بشكل يعني فيه نوع كبير جدا من الكبرياء ومن الغرور وبدأوا يتنقلوا الكورة بشكل استعراضي في وسط الملعب وإذا دوناروما بيعمل خطأ فادح المباراة بتتقلب بيظهر الوجه الحقيقي للريال وبيظهر ما بين زي ما بيقولوا جماهير النادي الأهلي ربطتها بشكل أو بآخر بمباراة النادي الأهلي وبراميدز لكن أنا مش عايزة أخش في المنطقة دا لكن عايزة أخش منطقة احترام قرط القدم مهما كان فريق عنده أكبر وأفضل لعبي العالم ولكن عنده نوع من عدم التركيز نوع من الاستهتار نوع من الغرور نوع من عدم احترام الخصب بتكون هي النتيجة ريال مدريد مبارح بيدي درس كبير جدا في حاجات كتير جدا منها كريم بنزيم على سبيل المثال المنتدى أكتر من رائعة هنتكلم على المباراة دي بالتفصيل إن شاء الله في حلقتنا النهار